السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم سامع الطويل من المدينة المنورة أحببت أن أعرض عليكم قصة جدتي أم سامة والتي كانت تعاني من مرض الفقاع الجلدي وهو مرض مزمن وقد عانت جدتي منه كثيرا واستمر معها لمدة ست سنوات وذهبت إلى الكثير من الأطباء في المدينة وفي الجزائر ولكن أجمعوا جميعا أنه المرض مزمن ولا يوجد له علاج سوى الكورتزون والمرائم وقد ابتدأ معها في فمها لدرجة أنها كانت لا تستطيع تناول الطعام سوى اللبن والعسل فقط ثم انتشر في جسمها حيث كان يظهر على شكل حبوب كبيرة ثم تأخذ بالاتساع ثم بدأ يظهر أيضا في رأسها وشعرها أخذ يتساقط بشكل كبير ثم قال الله الحمد أرسل لنا مقاطع في اليوتيوب عن قصص لحالات أصيبت بنفس المرض وبفضل الله ثم العلاج منها تماما وذلك عن طريق طبيب في الهند يدعى رافي بانيري ثم توصلني مع هذا الطبيب عن طريق الإيميل طلب منها بعض الأسئلة عن حالة جدتي وعن العلاج الذي تستخدمه ثم أرسل لنا العلاج وهو عبارة عن علاج بالأعشاب الطبيعية ولله الحمد بعد ستة أشهر من العلاج شفيت جدتي تماما من المرض ولم يصبح له أثر في جسمها لذلك أنا أنصح ما يعاني من هذا المرض أو غيره فلا يتردد في رسال حالته للطبيب رافي بانيري وهو جدا متعاون مع المرضى ووجدنا منه سرعة التواصل والسؤال عن حالة جدتي مع تمنياتنا بالشفاء العاجل للجميع وشكرا